كيف يمكن شيخنا لهذه الاستقامة كما جاء في الحديث النبوي الشريف استقيموا ولن تحصوا كيف يمكن أن تكون هذه الاستقامة مدعاة لجلب الرزق والفرج لا أبل الإنسان متى يستقيم دعك من هذا السؤال متى يقف على الإشارة الحمراء في السيارة أبسط قضية راكب سيارتك ماشي بالطريق إشارة حمراء لما تقف لأنك موقن أن واضع قانون السير من خلال هذا الشرطي أو هذه الآلة التصوير الكاميرا علمه يطولك وقدرته تطولك وبإمكان واضع القانون أن يمنعك من أن تقود المركب سنة تمام لأنك موقن أن واضع القانون علمه يطولك وقدرته تطولك إذن لا يمكن أن تعصيه وهو شرطي فإذا قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطين أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه يعني الله اكتفى من كل أسمائه القدير والعالم يعلم ويعاقب سبحان الله إذن حينما يغلب على إيمان المرء أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا يمكن أن يعصيه رغم أن هذه حقيقة ثابتة لأكل لا يؤمن كل الناس بها دكتور لماذا؟ أنهم غلبتهم شهوتهم الإيمان شيء عقلي شيء إديولوجي تصوري الإيمان يحتاج إلى جهد لأنه من الغيب؟ طبعاً أنت ممكن أن تضع إلى جهب اسمك دال نعم دال فقط أي دكتور نعم كم سنة داريس؟ 23 سنة دراسة مشان دال من أجل أن تكون مؤمن تسعد في الدنيا والآخرة ما لك من ساعة تطلب العلم؟ تبحث عن كتاب تفسير تبحث عن درس دين تحضر مجلس علم بجامع تسأل الطالع تقرأ هذه المشكلة جميل إذن وجود الله سبحانه وتعالى وإحاطته للبشر علماً هي قضية ثابتة لكن يبدو لأنها غيبية يعني لا يوجد لها علامات أو دلالات صريحة مباشرة فأنت لا ترى الله في هذه الدنيا فيبدو بعض الناس إن غلبته شهوته أعمت عقله عن التفكير بهذه الغيبيات أليس كذلك دكتور؟ لكن هو يعني الإنسان إذا وضع بطعام نفيس مادة سيئة وإنت شفتها ما بتأكلها ما مكان طعام نفيس موري موضوع أنه أن تدرك الإدراك من صفات الإنسان نعم الإدراك أرقى شيء بالإنسان الله أعطى الإنسان قوة بدنية أعطاه جسم وعطاه نفس بس أعطاه قوة إدراكية طب لماذا يغيب إذن الإدراك أحياناً عنا دكتور؟ شهوته وتغليبه فلا يعود يفكر بطريقة عقلانية ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين دقيقة ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا سبحان الله غلبت فأنا إيماني أنه ما في إنسان إلا بيحب نفسه 8 مليارات إنسان بالأرض ما فيه الواحد إلا يحب سلامته 2 سعادته 3 استمراره سلامته باتباع تعليمات الصانع هي الاستقامة نعم وسعادته بالإقبال عليه هي الاتصال بالله واستمراره بتربية أولاده يا سلام أنت تسلم باستقامتك وتسعد بإقبالك وتستمر بتربية أولادك الدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم الله يفتح لك ما في عمل أكبر ولا أربح من أن تربي أولادك ألحقنا بهم ذريتهم قال العلماء ألحقنا بهم أعمال ذريتهم صدقة جارية الله يفتح لك يا دكتور طيب شيخنا هذه الاستقامة ومعرفة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره فعلا ونهيا عما حرم كيف يمكن أن تكون مجلبة للرزق يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني للتقريب واحد حبي تمشى على البحر مساء العصريات حملناه عشر كيلو ليه شنها دور شو سايفيه ما الوظيفة يعني أنت الظن أنه ممكن الله عز وجل يسوق لعبد مصيبة بلا سبب لا يمكن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة لكن لله حكمة دكتور أحيانا الإنسان يعني لا يفعل ذنبا والله يبطي في عنا جواب إله أنت شفت أب والأب محترم جدا أولا مليء ماديا وعاقل جدا وعنده علم عالي جدا وضرب ابنه بالطريقة تتهم الأب أنه غلط ستقول هناك سبب في سبب ما أعرفه فأنا إما أن أعرف السبب أو أن أدعى السبب إلى الله عز وجل وكل إنسان يصدق الله عز وجل ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر مرة ثانية ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر سارق بعاد سيدنا عمر قال أقيم عليه الحدة قال والله إن الله قدر علي ذلك فقال أقيم عليه الحدة مرتين مرة لأنه شرب الخمر عفوا شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال له ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاخترار الله يفتح لكم يا دكتور طيب هذه الاستقامة دكتور وحينما يصبح الإنسان متصلا بالله عز وجل هل تفتح له أبواب الرزق أه إذا كانت تضييق تضييق الرزق بسبب انحراف فإذا استقام المعنى المقابل الحتمي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ما معنى هذه الآية دكتور لو أنهم استقاموا لجاءهم الخير من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولنفتناهم فيه ما المقصود بها الابتتان هنا ليس معنىه سلبيا نعم معنى امتحان فقط نحن باللغة العامية فلان فتن يعني عصى صحيح وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فتنت فنجحت سبحانه الفتنة بالمعنى الدقيق لا تعني سلبا تعني إجابا أو سلبا واحد إنسان يعني امتحم بالماء لكن ما أكل ماء الحرام ما غش ما كذب الله يفتح لكم يا دكتور الله يفتح لكم يا دكتور نسأذن فضلتكم شيخنا الكريم مستمعين الأكارم أن نقف إلى فاصل قصير ونعود معا بعد ذلك لنواصل حلقتنا وحديثنا عن الاستقامة مفتاح للرزق فاصل ونعود بحوله تعالى على حياته فابقوا بالقرب مستمعين الأكارم من جديد وعلى الهواء عبر أثير إذاعتكم حياته مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبيسي حديثنا لهذا اليوم الاستقامة مفتاح الفرج تتابعون هذا البرنامج بحول الله تعالى كل يوم خميس بعد موجز أنباء الساعة ثالثة ويعاد لذات ليلة في الحادية عشر مساء والجمعة في الخامس مساء وعبر قناة حياة أفهم على اليوتيوب وصفحتنا صفحة حياة أفهم على الفيسبوك شيخنا الكريم قبل الفاصل وضحتم فضيلتكم بأن الاستقامة تعني انتهاج الإنسان لأمر الله سبحانه وتعالى في نهيه عن المحرمات وأدائه للفرائد والطاعات وهذا علم يحتاج يقينا لدى الإنسان في أن يكون لديه إدراك بالغيبيات بأنه مع الله سبحانه وتعالى وكما أن الله يعاقب العصين فالذي يستقيم واحدة من مكافآته أن الله يفرج عليه في الدنيا وفي الآخرة الآن السؤال دكتور سيأتي البعض وذكرتم الآية الكريمة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق سيذكر لك أمثلة لأناس صالحين وجزء منها من سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام الصالحين وكانت الأوضاع المالية في فترات معينة من الحياة صعبة وفيها من الفقر ما فيها فكيف يمكن أن نربط هذا بما قلناه بالحلقة الحقيقة أن الله عز وجل هو الخبير العليم خبير عليم يعلم دقائق تفاصيل بنيت عباده فالذي يصلحه الغنى يغنيه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه سبحان الله وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى إلا الفقر فإن أغنيته أفسدت عليه دينه هذا شغل خبير باصر علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني إذا كان رأيت ابن يعاقب ابنه بالطريق وهو من كبار الشخصيات وعنده علم كبير وغني تقول لعل في شيء ما بعرفه أنا لازم تسلم لو كل شيء واضح وضوح الشمس العبادة ما عدى قيمة الله وكيله لو كان كله واضح لو فرضنا أننا لواحد ادفاع مية خود ألف ستلاقي طابور مئة كيلو متر طوله لكن ممكن تقطيعه لفترة طويلة لا تلاقي شيء هنا أثبتنا الاختيار لو كان العقاب يأتي عقب الذنب والثواب عقب العمل الصالح التغى الاختيار الله يريد إنسان يحبه ألوه يريد إنسان صادق مخلص لذلك تستقيم وفي متاعب بالحياة تستقيم وما تغير شيء بدخلك تستقيم أنت إما أن تعبد الله وإما أن تعبد المال فإذا عبدت الله لا تهتم بالنتائج إذن تشعر بالطمأنينة والرضا سواء كان المال وفيرا أو قليلا هذا شأن الله عز وجل إنسان عصى الله أدما كان قوي وزكي وغني وسيارتين ثلاثة وبيتين ثلاثة وشي على البحر وشي بالجبال وولائم وزهرات ولقاءات عنده قلق عام في قلق يعني في مكان بالإنسان بكيانه هذا للإيمان هذا الكيان القليل ما لم يغطى بمعرفة الله في قلق دائم وقلق متنام مع العمر لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم الله يفتح لكم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم الله يفتح لكم فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل الله يفتح لكم يا دكتور بداية ننوه المستمعين الأكارم الراغمين بالمشاركة الهاتفية معنا على أرقام الإذاعة 06516-2020 06516-2020 وأيضاً 06516-2060 ومن خارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 009626-516-2020 وأيضاً 009626-516-2020 برجاء أن تقتصر المشاركات على موضوع الحلقة بعيداً عن الفتوى شيخنا الكريم نعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحفظوا على الوضوء إلا مؤمن كيف يمكن لمن يستقيم أن يغدق عليه لدرجة لن تحصوا كما ورد في الحديث النبوي لن تحصوا الخيرات أحياناً يحذف المفعول به فإذا حذف أطلق الفعل نعم مثلاً إذا قالت أنت لا تصلح الحياة إلا بالمال أو لا تصلح إلا بالمنصب أو إلا بالصحة مثلاً فأنت حددت أما الحياة لا تصلحه إلا بالدين من الدين قالت لك استقيم وعمل عمل صالح ووكل بآخرتك وربي ولادك وخديم الناس لك نعم فأيام القطع يعطي معنى الشمول نعم إذا المقصود لن تحصل خيرات خيرات لا بعضهم فهموا فهماً خاطئاً لم تحصل استقامة أي لن تتمكنوا من كامل الاستقامة مستحيل أن تكلف بشيء لا تستطيعه شو دليل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لكن بعضهم فإذا توهم الإنسان دقيق كلامي دقيق إذا توهم الإنسان أن هذا الذي أمر به لا يستطيعه الواقع النفسي لهذا الإنسان هو الشيء الذي لا يريد أن يفعله نعم فإذا ما أراد فعله يتحجلهم فوق طاقة العملية لكن بعض أهل الحديث قالوا دكتور في معنى ولن تحصوا أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة أنا أرجح المعنى الأول المعنى الأول أنك إن استقمت لن تحصل الخيرات إذا الله أمرك بشيء لا تستطيعه بيكون ماله عليم نعم حاشا وكلا شو دليل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها نعم طيب شيخنا الكريم هل هذا قانون من قوانين الله في الكون استقيم ولن تحصوا بمعنى أن أي إنسان مهما كانت أوضاعه إن استقام على شرع الله فلن يحصي الخيرات وسيفتح عليه خير الدنيا بمصارعه كاملة هل هذا قانون؟ لكن أنت لا تقول خير الديني بس مال فقط أيام سعادة طمأنيني بفوت أيام لبيت ستين متر بس في مودة بين الزوجين وأولادك بيحبوا بعلاقة راقية جداً نعم يمكن السعادة مال جميل إذن هذا قانون أنك إن استقمت لن تحصي الخيرات لكن ما هو مفهوم الخيرات لا يقتصر على المال المادي فقد يكون استقرار أسري هدوء طمأنينة أنس بالله جميل هنا يتضح المعنى هكذا بهذا الطريق بشكل كامل جميل وهذا ما تفسر أيضا شيخنا لما ذكرت أنه ممكن يكون إنسان مؤمن وأموره المالية فقيرة لكن قد يشعر بغنى بالنفس نعم وقد يكون إنسان كافر وملحد والمال بين يديه يجري ليس الغنى عن كثرة العرض مصاري ولكن الغنى غنى النفس جميل جميل هذا يوضح هذا الموضوع تمام الله يفتح لكم يا دكتور لهذا التعصيل ننوه مرة أخرى إلى مستمعين الرغمين بالمشاركة مباشرة مرحبا باتصالاتكم على 06516 20 06516 50 شيخنا الكريم قد يكون الظاهر اليوم أن جزءا كثيرا من المتدينين أوضاعهم المالية أو ما يرى منها هي بالحد الأدنى وأن غير الملتزمين وبعض الذين ينتهجون منهجا حراما بالفن أو بالكفر أوضاعهم ممتازة فصار فيه ارتباط ذهني عند بعض الناس أن المسلم دائما أموره سيئة وأوضاعه منهزمة هل هكذا يفترض أن يكون حال المستقيمين في الدنيا؟ الحقيقة أن هذا الدين عظيم لن تقطف ثماره إلا إذا حققت كل أبعاده نعم يعني هو مدام عرف الله استقام على أمره وأحسن إلى خلقه بدأ يجيب جواب الإله بقى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون نعم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنا لإجتهاد نعم أن يستوي المستقيم مع المنحرف أن افتراضا والصالح مع الطالح والكريم مع البخيل نعم والمنضبط مع المتفلد ما المقصود هل يستوي دكتور عفوا هنا يتساويان يعني يعني لا يتساويان مكانة عند الله مطلقة نعم أن يستوي المحسن مع المسيء والصالح مع الطالح والمستقيم مع المنحرف والكريم مع البخيل والتقي مع المتفلد أن يستويان هذان النموذجان هذا لا يتناقض مع عدل الله ولكن يتناقض مع وجوده والعياذ بالله أبلغ لنتاني يتناقض مع وجوده فإذن لا يستوي أبدا المحسن والمسيء أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في الدنيا سبحان الله ومماتهم ساء ما يحكمون الآن أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إذن يمكن أن يمتع في الدنيا ولا يرضى الله عنه فيوم القيامة يحاسب عليها وهذه الآيات تشير بشكل مباشر هذه المعاني والآية تقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا سبحان الله واستمتعتم بها سبحان الله أما القيامة مسألة الأخرى أبدا الله يفتح لكم يا دكتور منذر تفضل معنا بالتصال هاتفي أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله أنا أحكم في الليسي الدكتور بارك الله فيك الله يكرمك يرضى عنك إن شاء الله دكتور سؤالي هو هل الاستقامة أثر في باب الرزق يعني إنسان على سبيل المثال كان على حال مثلا معاصي وكذا وإلى آخره من الأحوال المرسيها في حياتنا هذه الدنيا من تقلب النفس من تقلب القلوب فاستقام على أمر الله عز وجل والله عز وجل بارك له في رزقه وعطاه سبحان الله سعادة لا يعني بها إلا الله عز وجل وعطاه زوجة صالحة هل الاستقامة أثر على الإنسان إنه تبدل حياته مثلا لأنه قبيل شهر خلال أقل من دقيقة أبطلت في أمر فسبحان الله زدت من الطاع إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل فالله عز وجل فتح عليه باب سبحان الله ومن خلال الدعوة إلى الله عز وجل والله تعليق من فضيلتك بارك الله والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تتعرف إلى الله المعرف المقبول وأن تستقيم على أمره وأن تحسن إلى خلقه ولا تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني سبحان الله هي حقيقة دامغة صاطعة واقعة نعم أنت تصلت بالله أصل الجمال والكمال والنوال تصلت بالله الفعال الله فعال في أشخاص قوالون بس مو فعالين اتصلت بخالق الأكوان اتصلت بالجميل بالجليل بالقوي بالعدل بالمريد وبتقول أنا عندي مشكلة إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني النبي ما كان بغير سور وغير حراء ما كان ملاحق ما أل أذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال وإذا شو بتقول بالصلاة وعلى أسعدنا محمد صلى الله عليه كان سعيد جدا سعيد بلقاء الله سعيد باتصاله مع أصل الجمال والكمال والنوار إذن هذا الخير وهذه الثمرات لا يشرط أن تكون مادية لا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا